بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتابع مع بعض إن شاء الله مبادئ الاحتمالات التي بدأناها في الدروس السابقة نتحدث اليوم عن تعريف الاحتمال وكيفية حسابه يوجد الاحتمال لعدة مفاهيم أهمها التعريف التقليدي أو الكلاسيكي للاحتمال والذي يسمى classical definition of probability إذا كان عدد الطرق التي يمكن أن تظهر بها نتيجة تجربة معينة هو إن طريقة وكانت هذه النتائج لها نفس فرصة الظهور وكان من بينها إما طريقة تظهر بها أو يظهر بها حدث ما فإنه يقال أن احتمال وقوع هذا الحدث هو إما على إن أو ما يسمى بالجزء على الكل الجزء يمثل عدد عناصر الحدث والكل يسمى عناصر فراغ العينة بالكامل فإذا رمزنا الحدث بالرمز A فإن احتمال وقوع الحدث A عبارة عن عدد الحالات المواتية للحدث A مقسوما على عدد الحالات الكلية أي أن B of A وتنطق B of A وهي عبارة عن الprobability of A عبارة عن أو بي ساوي M مقسوما على N حيث N أقل من الـ N زي ما قلنا إنه الـ M جزء من الـ N وبالتالي الجزء بيبقى أقل من الكل ده بالتأكيد المثال إذا كانت لديك عشر بطاقات مرقمة من 1 حتى 10 موضوع على طاولة بشكل عشوائي ومقلوبة يعني إحنا مش شايفين الأرقام الموجودة على هذه البطاقات ثم صحبت إحدى هذه البطاقات ما هو احتمال الحصول على بطاقة تحمل الرقم 4 الرقم 4 موجود أكيد في بطاقة 1 يبقى الجزء والذي يمثل حدث ظهور بطاقة تحمل الرقم 4 سيكون 1 على 10 اللي هو الكل ما هو احتمال الحصول على بطاقة تحمل رقم يقبل القسمة على 3 الأرقام التي تقبل القسمة على 3 كلنا يعلم أنها إما تكون 3 أو 6 أو 9 أو 12 لا لا أقف هنا أو 12 ليه مش 12 أو الـ 12 ما هي موجودة معي لأن فراغ العينة في هذه الحالة هي الأرقام من 1 إلى 10 يبقى يجب أننا نتوقف عند الرقم كام؟ 9 لو شفنا الأحداث أو العناصر المكونة ليازال حدث حالي هي 3 أو 6 أو 9 أي 3 أرقام من الكل المكون من 10 أرقام وبالتالي الـ probability of B أو احتمال الـ B حيساوي 3 على 10 أقدر أحطها في صورة كسر 10 بالشكل ده 0.3 أو 0.3 مثال آخر ألقيت قطعة نقود متزنتان مرة واحدة زي ما احنا قلنا قبل كده قطعة نقود كل قطعة منهم احتمال ظهور إما H أو T أو العناصر المكونة لفراغ العينة هي H أو T هذه هي الصورة H وهذه هي الكتابة T فما هو احتمال؟ ظهور صورة واحدة على السطح العلوي ظهور صورة واحدة على الأقل ظهور صورة واحدة على الأكثر زي ما قلنا قبل كده وزي ما كونا عناصر فراغ العينة عند إلقاقة تعطيه نقود إما تكون HH أو HT أو TH أو TT أي أن عدد العناصر الكلية إن بيساوي 4 عدد الطرق التي فيه ألف V عدد الطرق التي يظهر به على السطح العلوي صورة واحدة هنا نبص على العنصر الأول لا توجد صورة واحدة صورتين هنا آه صورة واحدة هنا صورة واحدة إذن عدد العناصر المكونة لأذا الحدث هو 2 وبالتالي probability of A بيساوي 2 من 4 أي 1 على 2 اختصار المطلوب في با كان عدد الطرق التي يمكن أن يظهر به على السطح العلوي صورة واحدة على الأقل صورة واحدة على الأقل يعني ممكن ظهور صورة أو صورتين لو رجعنا كده لفراغ العينة آدي صورتين آدي صورة واحدة آدي صورة واحدة يبقى كده عندي الحدث مكون من 3 عناصر من الأحداث أو العناصر الكلية اللي هي أربعة يبقى الاحتمال عندي 3 على أربعة جيم أو المطلوب جيم عدد الطرق التي يمكن أن يظهر به على السطح العلوي صورة واحدة على الأكثر يعني تظهر صورة يا ما تظهرش على الأكثر بالكتير تظهر صورة لكن ما تظهرش كويس خير وبركة وبالتالي صورة واحدة على الأكثر لو رجعنا لفراغ العينة هذه صورة تانية يبقى ما تدخل معي في هذا الحدث صورة واحدة تدخل صورة واحدة تدخل لا توجد صورة وأنا مش عايز أساسا في هذا الحدث ظهور أي صورة يبقى إذن عدد العناصر المكونة لهذا الحدث أيضا 3 على 4 أو احتمال أو الprobability of c بيساوي 3 على 4 تمرين واجب هنتركه لأبنان الطلاب يحلوه يحاولوا أنهم يعلقوا على التمرين أو يضعوا تعليقات على هذا الفيديو وأنا مستعد بالإجابة عليه بس بعدما بعض الطلاب يحاولوا كده ويقرروني إجابتهم إن شاء الله في التعليقات ويتحدث عن حقيبة بها 25 بطاقة كبرنا المثال اللي إحنا خدناه من 1 إلى 10 أصبح من 1 إلى 25 بطاقة ما هو احتمال أن يكون العدد المكتوب على البطاقة فردي أو فردي أو يقبل القسمة على 3 زوجي ويقبل القسمة على 4 زوجي أو يقبل القسمة على 5 ويقبل القسمة على 5